يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام والعالم كله يكافح انتشار فيروس كورونا فيما تؤكد المتابعة الميدانية أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هي السبيل الأمثل لوضع حد لهذه الأزمة مع بداية عيد الفطر المبارك تتجدد الالتزامات التي يجب على كل مواطن ومقيم موالاة التقيد بها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا فالعيد الحقيقي في مواصلة الالتزام من أجل حماية الفرد لنفسه وأسرته ومجتمعه في هذا السياق توالي مدريات الشرطة حملات انفاذ القانون للتأكد من تطبيق هذه الالتزامات وفي مقدمتها ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والمحلات التجارية وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بدقة كاملة ما يعني في الأخير أن نكون على قدر المسؤولية تواصل مدرية شرطة المحافظة الجنوبية تطبيق الغوانين والغرارات وتنفيذ الخطة الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا وبالتزامن مع عيد الفطر بيكون هناك تكثيف لدرياتنا الراجلة والمتحركة للتأكد من تنفيذ الغرارات والإجراءات الوقائية ونحن نواصل جميع المواطنين والمغيمين بتنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي اللي نصت عليه لجنة التنسيقية ومنع التجمعات لأكثر من خمس اشخاص وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة مع الأخذ بالاعتبار كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية خصوصا نحن حاليا في فترة العيد نجينا بالزيارات أو الذهاب للمجالس وذلك لسلامتهم وسلامة الآخرين لا زالت مدرية شرطة المحافظة الشمالية مستمرة في إنفاذ القانون وذلك من خلال وضع خطة استباغية لرفض درجات الاستداد وزيادة الدوريات الراكبة والراجلة في عموم المحافظة تغوم من خلالها بتكثيف الدوريات في الأماكن الهامة مثل الأسواق والمجمعات التجارية وأيضا السواحل تغوم هذه الدوريات مخالفة الغير ملتزمين بارتداء الكمام وأيضا مستمرة في حاملات التوعية والإرشاد ولا شك بأن الشعب البحريني معتاد بعداته وتغاليده على الزيارات والتجمعات في العياد ولكن نأمل أدام القيام مثل هذه التجمعات للحد من انتشار بايروس الكورونا والصحة العامة قامت مديرية شرطة محافظة المحرق باتخاذ عدة إجراءات توعوية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ومن أهم تلك الإجراءات العمل على إطلاق حملات ميدانية تستهدف المواطنين والمقيمين في نطاق المحافظة للتعريف بايروس كورونا وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه سواء كانت هذه الحملات مباشرة أو عن طريق توزيع المطويات والمنشورات التوعوية بعدة لغات فيما يتعلق بمنع التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والاستمرار في إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة وذلك من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال أيام عيد الفطر المبارك وخلال أيام المقبلة إن المسؤولية المشتركة تختضي أن نكون جميعا ملتزمين فالإجراءات الاحترازية ونجاح تطبيقها تمثل البداية الحقيقية لإسدال الستار على هذه الأزمة فلنحرص جميعا على منع أي تجمعات حتى ولو كانت أسرية وهكذا يظل الالتزام من قبل الجميع العلاج الفعال لهذه الأزمة باعتبار ذلك الطريق لسلامة المجتمع وفرحة للعيد